اشتركوا في القناة 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 اكتمع اشتركوا في القناة 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 صديقهم الإيمان فضيلة إلهية إذا تمكنت من الإنسان حولت الإنسان إلى طاقة أو ملأت الإنسان بطاقة إيجابية بتخليه دايما أنه هو يتحرك لخير العالم لخير الإنسان لخير ذاته هذا الإيمان هو اللي دفعهم لو نتخيل كده شعور المفلوج عندما وصلوا إلى هذا البيت وما قدروش حتى يخشوا من الباب أكيد بيبقى شعور ممكن يكون إحباط يأس شعور مليان بالمرارة بعد كل المشوار اللي عملناه دو ومش قادرين نخش ولكن الإيمان هو اللي بيحرك الأربع رجال خليهم يسعدوا على السطح ويفتحوا الجريد الموجود فوق البيت علشان يدلوا صديقهم المفلوج أمام يسوع فالإيمان اللي كلمنا عنه الخديس بولوس الرسول الفضالي اللي هي تلاتة الإيمان والرجاء والمحبة وعظمهن المحبة هذا الإيمان هو علامة الإنسان المسيحي لما أنا أكون مؤمن في يسوع بكون زي هذا البيت الناس بتيجي وتملأ البيت وتملأ حواليه مش علشاني أنا ولكن علشان يسوع اللي حاضر فيي عن طريق إيماني بيه فكما هذا البيت كان مصدر لجذب مرضى كسرين ومحتاجين للشفاء ومحتاجين للتعزية أنا كمان إذا تمكن مني الإيمان وانتعش بداخلي شجرة الإيمان أصبحت أنا بالنسبة لكل الناس اللي حوالي مصدر للتعزية مصدر للرجاء مصدر للمحبة اللي بيفتقدها العالم في أوقات كتيرة فكل واحد فينا مطلوب منه ان هو يغزي هذه الشجرة يغزي هذه البذرة اللي موجودة علشان تسمر والناس يشوف الصمرة بتاعتها في إنجيل باكر من هذا الأحد المريميات رحوا للأبر علشان خاطر يحنطوا يسوع يدهنوا بالحنوت ولجدوا القبر فارغ خافوا والملايك بقول لهم لا تخافنا أنتم فأنتم تبحثنا عن يسوع أنه ليس هنا أنه قام فبعد قيامة رب يسوع أصبح كل واحد فينا مكان لسكنان وده اللي كان بينادي بينا بينادينا الله من العهد القديم يا بني أعطيني قلبك ولتلاحظ عينيك طرق فإذا إحنا أعطينا قلوبنا إلى يسوع وامتلأ قلبنا بالإيمان لقدرة يسوع على تغيير حياتنا هنستطيع من خلال هذا الإيمان أنه نغير العالم الإيمان بتاع الأربع رجال جعل يسوع يخفر خطايا هذا الإنسان المفلوق قبل ما يشفيه فإحنا مطلوب مننا أنه نتمسك بهذه الفضيلة الإلهية ونخليها هي المحرك الأساس الطاقة الإيجابية اللي من خلالها نقدر ننشر ريحة يسوع الزكية في العالم ننشر ريحة يسوع المحيية النحل لما بيروح على شجرة أو حطينا شجرة صناعية وشجرة طبيعية النحل هيروح على الشجرة الطبيعية حتى لو كانت الشجرة الصناعية دي أجمل وأحسن هو بيروح على الأريج بيروح على الريحة الجميلة اللي خارجة من الشجرة فإحنا بالإيمان اللي بيتمك من قلوبنا بننشر ريحة يسوع الجميلة بيكون دايما إحنا العطر الذي يعطر العالم ويجذب ليسوع المسيح ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر